اشتركوا في القناة وما الطائرة دون طيار بالاغارة على سيارة تحمل مسافيين قد وصلوا مطار بغداد الدولي على متن طائرة مدنية أصيب الجميع بالذهول وطرحت سلة كثيرة حول الأشخاص الذين كانوا يستقلون تلك السيارة والطائرة التي استهدفتهم لكن سرعان ما أعلنت وسائل الإعلام العالمية أن ذلك الهجوم جاء إثر أوامر مباشرة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب باختيال الجنرال قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس هذان القائدان الأوائل في التصدي ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي اغتيال رجلان من الطراز الأول في محاربة الإرهاب بضربة جوية غادرة وبأوامر مباشرة من دونالد ترامب في مطار مدني وسط العاصمة العراقية مدينة صبيحة اليوم التالي تحدث العديد من الباحثين عن أن ترامب قتل الرجل الأول في مواجهة الإرهاب ومنهم ياروند أبراهام يان الباحث الأمريكي في الشأن الإيراني مؤكداً على أن شهادة الجنرال قاسم سليماني سوف تعطي فرصة ثانية لتنظيم داعش لاستعادة قوتها في المنطقة بينما أكدت البي بي سي البريطانية أن بهذه الأوامر التي أصدرها ترامب لاختيال الشهدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني فتح المجال لتنظيم داعش كي يتنفس الصعداء ذلك لأن هذين الرجلين كانوا أشهر قائدين في محاربة تنظيم داعش في العراق تقارير كثيرة قد نشرت خلال هذه السنين كلها كان يتحدث عن الدور الفاعل والمؤثر لشهد قاسم سليماني في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي واحد من تلك التقارير تحدث عن إنقاذ مدينة أربيل عاصمة إقليم كردسان العراق حيث تحدث مسعود البارزياني وبشكل واضح وصريح عن الدور الذي لعبه الشهد قاسم سليماني في الحقول دون سقوط مدينة أربيل على يد تنظيم داعش الإرهابي باعتقاد المناظر الأمريكي سيفان لينمان وخريج جامعة هارورد الأمريكية أن السبب الأساس من وراء اغتيال وقت شهيد قاسم سليماني من قبل أمريكا هو دوره الريادي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي ففي حقيقة الأمر كان سليماني قد أفشل كل ما خططت له أمريكا للمنطقة وذلك من خلال تنظيم داعش الإرهابي في كانون الثاني يناير عام 2020 أشارت صحيفة ديلي ميل من خلال تقرير بقلم رايان فاهي أشارت لأن تصفية قاسم سليماني واختياله زرع الأمل لدى تنظيم داعش في استعادة سطوته في العراق وكتبت الصحيفة تقول يعتبر تنظيم داعش قتل سليماني على يد الأمريكيين أفضل حدث بالنسبة له ذلك لأن سليماني كان العدو اللدود الأول للتنظيم في العراق حول هذا الأمر والدور الذي لعبه قاسم سليماني في محاربة تنظيم داعش الإرهابي أكد الخبير الكندي فراس النجم ومدير مؤسسة المدافعين عن حقوق الإنسان الكندية أن قاسم سليماني كان في الخندق الأول لمحاربة تنظيم داعش ترجمة نانسي قنقر